السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم لانه في كثير من الاشخاص طلبوا مني انه انا احسب للانتخابات التركية وركزوا لي على موضوع انه هل انه اردوغان بفوز بالانتخابات هاي ويش رأيك في هذا الموضوع وبرضو بعض الاشخاص قالوا هو رح يرسب فياريت انك تعطينا تحليل فلكي هسا انا من طبيعتي ما بحب اعمل تحليل فلكية من هذا النوع ايش ما كانت بحبش اعطي النتائج ماشي انا بطلي عليها ولكن ما بحب اعطيها يعني ما بحب هيك نوع من الاستعراض واطلح حلقة ومش عارف ايش وهاد وقابل الصواب وقابل الخطأ وبرضو الهجوم وجماعة هاد ممكن يهاجموني جماعة هاد ممكن يهاجموني ومن طبيعة الفلكي لازم يكون محايد يعني يحط عواطفه على جم ويحط افكاره شو بحب شو بيكره يحطها على جم وبشكل حيادي يحسب انا ما رح اطيل عليكم بهاي الحلقة ولكن رح نحكي بعلم عشان نستوعب الامور اول اشي لو اجينا على خصم اردوغان فحسب تاريخ الميلاد اللي موجود عا ويكيبيديا هو سبعتاش اتناعش الف وتسعمية وثمانية واربعين يعني قوس ماشي لما اجيت اطلعت على الخارطة الفلكية الخاصة فيه لانه ما في طالعه ما فيه اي شيء استدل عليه فما حطيت الخارطة تاعته مش اني حطيت اردوغان يعني انه انا قاصد اردوغان بالموضوع ولكن لانه ما فيه ساعة ميلاد عندي والتاريخ انا مش ميخذ منه التأكيد بالكامل فعشان هيك انا اخدت الصورة العامة تبعت التحليل فعاوكيبيديا تاريخ ميلاده سبعتاش اتناعش الف وتسعمية وثمانية واربعين اجيت طلعت انا شو الكواكب اللي موجودة عنده اللي هي المسيطرة على الخارطة الفلكية او اللي قوية على الخارطة الفلكية او بعض الاشخاص بسموها المهيمنة على الخارطة الفلكية لقيت انه عنده القمر والشمس ماشي الان لما انا اجيت اطلعت على الخارطة الفلكية تعته قوس طيب تركيا نفسها برجها العقرب فهو بالنسبة لالو تركيا بيت متاعبه هذا للخصم ماشي اتنين قوس ولو اجينا يوم الانتخابات اللي هي هاي الصورة انا حاطة هون اللي هو يوم ثمانية وعشرين نجد انه القمر في هذا اليوم بيكون موجود تقريبا في منتصف لدرجة 17 في برج العذراء فلو اجينا قلنا هو قوس وعذراء فمعناته هذا بالنسبة الى البيت اللي هو العاشر بيت السمعة وهي زاوية تربيع مع برجه معناته اضعفته بشكل كبير هذا بيت السمعة ماشي هذا واحد فجيت اطلعت على الصورة الثانية لهذا الشخص عشان اشوف انا ايش القوى اللي ممكن يعتمد عليها بالانتخابات فالشمس كانت موجودة عنده في ساعة في يوم ميلاده كانت موجودة في القوس زي ما حكينا والقمر كان موجود بمنتصف برج السرطان يعني لو كان موجودة لود بساعات الفجر او في ساعات المساء بده يكون القمر موجود في برج السرطان ماشي هسا بدهم يجوا يقولوا اه في شرفه في بيته في مش عارف ايش وهذا وعطى قوة وا 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 الى ما لا نهاية اوكي بتنحسب على هاي النقطة ولكن في نقاط اخرى بتنحسب لازم انها تتاخذ بعين الاعجابات اعتبار دائما الان انا بالمختصر اروحت على طول الخط على خارطة اردوغان ليش لاني انا بعرف من اشخاص مقربين جدا منه هو زودوني بتاريخ الميلاد وبساعة الميلاد ودخلت الخارطة الفلكية اللي الو نياهاي الان لما حسبت انا طبعا انا حد صورة مش مشغل برنامج ولكن هذا موقع عالمي ايو اوه اللي طلعت منه انا الخارطين ودمجتهم مع بعض عشان ما نخذ وقت واحنا منستخدم البرنامج ومنرجع البرنامج ومنعمل بالبرنامج وقاوى الى ما النهاية فعشان نختصر الموضوع لاني ما بدى اطيل في هاي الحلقة اكثر من الحد الطبيعي الان وجدت انا في خارطة اردوغان انه عنده سهم السعادة وعنده المشتري في البيت العاشر في الجوزاء سهم السعادة بدل على الشهرة ماشي وهاد باعطي الحدود بالجوزاء صحيح انه مش بقوته الكاملة ولكن انه في نوع من انواع القوة موجودة فيه دم ايجيت شفت على الخارطة يوم الانتخابات المشتري موجود عندي بالثور يعني زاوية نصف تسديس ما بين المشتري والمشتري تعطيني قوة ولكن مش القوة الكبيرة يعني فيها ايجابية ولكن مش القوة الكبيرة دم ايجيت اطلعت انا على سهم السعادة وجدت سهم السعادة عنده موجود هاي يبدله ماشي هيا خلقوا تلكوا عليه هون وسهم السعادة عنده هون هاي موجود بالجوزاء يعني موجود بالليلة الخامس لالو ماشي يعني بيت الخامس بالنسبة ل اليوم وبالنسبة لالو في ساعة ميلاده يعتبر لو ايجي اتدخلتم مع بعض يعني بدي يكون موجود في هذا المكان يعتبر البيت التاسع لشمس السعادة يعني في زاوية تثليث موجودة ما بينهم وهي اعطتها قوة عالية بالنسبة للحضوض هذا واحد هننا نشطبهم الكوكب المهيمن او الكواكب المهيمنة على الخارطة هاي اللي هي خارطة اردوغان ثلاث كواكب ولكن الاقوى منهم يعني عنده الشمس مهيمنة عنده الزهرة مهيمنة طلعوا انتو وين موجودين كلهم بالحوت وعنده عطارد مهيمن وايضا موجود بالحوت عشان هيك الشخصية ثقاب النفس شخصية القيادة الحضوض تدعمه بشكل كبير في هاي عملية تراجع عطارد بعطي عكس طبيعته عطارد بعطي التسرع قدرة الفكر توصيل المعلومة ولكن لما بصير يتراجع بصير هذا الرجل رجل يستخدم دماغه اكثر ما يستخدم عواطفه وسرعة الكلام ما عنده السرعة بالاجابة دائما بتروى براجح حاله بحسبها طالعوا عذراء العذراء كوكبه الاساسي هو عطارد ماشي فموجود مقابله مباشرة في بيت الشراكة وان احنا انه تركيا عقرب فان كان مع العذراء تندمج وان كان مع الحوت تندمج اعطتوا قوة افضلية برضو اجينا شفنا لما صارت المرحلة الاولى من الانتخابات كتب التعليق انا يبل الانتخابات بيومين اعتقد قلت لهم في فرصة لاردوغان ولكن الفرصة شوي في بعض التقلبات والخدلان راح يصير عليه وهذا التعليق موجود لشاب صديق انا متابع على القناة ولكن انا متفائل بالنتيجة ليش لانه كان عطارد بيتراجع ايامها لو قبل اسبوعين وهو كوكب عطارد فمعناته راح يصير فيه عليه نوع من انواع الضغط وفعليا هذا اللي صار الان عطارد ما بيتراجع الان عطارد بحركة الامامية وعطارد وين موجود حاليا يعني موجود ببرج الثور ايو ماشي وهو بخارط ميلادو موجود عنده بالحوت يعني شو بدي يكون هاي عنا صار في زاوية تزديس ما بين عطارد وعطارد هاي كوكب المستولي عليه اعطاه قوة عالية جدا القمر في ساعة ميلادو ماشي كانت موجودة بالقوس ولكن هي مش مستولية ماشي المستولي عليه اللي هو الشمس طيب الشمس الان موجودة بالجوزاء وهي بالنسبة له بالحوت طيب بالنسبة للحوت الجوزاء شو ماشي زاوية التربيع بس هو بيت الايش بيت البيت البيت الرابع لعله هذا مش بيت السمعة هذا بيت البيت اذا امور لها علاقة بدعم البيت العائلة لحوالي الأقارب ووائلة لنهاية رح يدعموه هذا واحد طيب نيجي منوخد الزهرة الزهرة في ساعة ميلادو في الحوت الزهرة حاليا وين موجودة بالسرطان ما بين الحوت والسرطان خمس درجات خمس بيوت ماشي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة معنى تدعمته بزاوية تتليث ايضا قوية طيب شو كمان يا سعيد امني جي منشوف احنا اورانوس اورانوس كان موجود عنده بالسرطان اورانوس حاليا موجود بالثور هاي نفس الاشي هادة على درجة تسعتاش هادة على درجة عشرين هاي عنا زاوية قوية جدا برضو زاوية تسديس وورانوس مع اورانوس بالتحويل يعني هذا الشخص بيجي بمفاجآت غير متوقعة ونجاح رائع فهون لقيت انا انه اغلب التحركات الفلكية كقوتها ابتدعم اردوغان واكثر النتائج الايجابية بالخارطة اللي خارطة الدمج احنا منسميها صحيح انه في زوايا سلبية صحيح انه في ضعف في معاناة في خدلان في تآمر في تقلبات موجودة بالزوايا اليومية احنا منذكرها ولكن اليوم تحديدا خلينا نركز على خارطة اليوم ناشي لو اجينا شفنا عطارد اللي هو كوكب المستولي الاساسي ايو شو بعمل بعمل عندي زاوية تثليث اولى مع القمر اللي موجود بالعذراء معناة القوة قديش صارت عالية 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 يعني ماشي ويعتبر للعذراء او يعتبر للحوت والبيت الثالث التواصل والاتصالات والحوار والنقاش ووى الى ما لنهاية وايضا البيت السابع بيت الشراكة اعطته حظوظ طيب لو اجينا شفنا الزهرة برضو عملت له زاوية تثليث لو اجينا شفنا مثلا المشتري ناقي المشتري مشكل عنده اليوم في زاويتين واحدة مع المريخ واحدة مع بلوتو وفي تقابل وقلنا انه هدول الزوايا منذكرها في التوقعات اليوميا ها زوايا صعبة وهاي جاية يعني في البيت اللي بالنسبة له هو البيت الثالث للحوت يعني شوي لسه في نوع من انواع الضغط فعشان هيك منقول التسرع لا ردات الفعل لا يحافظ على طريقة الكلام عشان انه يستفيد طيب مني من حساباتي طبعا انا هسا في اشخاص بيجي بيقول لك لا انتي ما حكيتش عن بلوتو انتي ما حكيتش عن المريخ انتي ما حكيتش انا اخذت نقاط القوة اللي انا يعني استدليت عليها بطريقة الحساب طالعوا عذراء اول نقطة طالعوا عذراء القمر اليوم موجود عنده بالعذراء العذراء بشكل اليوم القمر بشكل زوايا قوية جدا مع كوكبه له مع عطارد بعطيه نسبة عالية مع الزهرة له الكواكب المهيمنة زاوية تزديس اعطاه قوة اعلى في الموضوع عنده الشمس برضو من المهيمنات على الخارطة الفلكية برضو الشمس عنده اليوم مشكلة صحيح مع زحل زاوية بطيئة ولكن لها قوة زاويتها اللي هي التزديس هايها اللي موجودة ما بين الشمس وما بين المريخ وهاي اعطت قوة اعلى للموضوع صحيح انها الزاوية مش قوية يعني مش زاوية انه نقول اه 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 يعني لانه المريخ شوية مشكل شوية زواية التربيع ولكن زاوية التزديس تحسب هاي كمان نوع من انواع القوة اذا الثلاث المهيمنات عنده اللي هي الكواكب المهيمنة اللي هي الشمس والزهرة وعطارد بقوتهم الكاملة ومشكلات زوايا ايجابية قوية فعشان هيك انا بعطي ترجيح الكفة لا اردوغان ما بعطيها للطرف الاخر اه عشان هيك هاي النتيجة اللي انا طلعت فيها وفي النهاية زا ما قلتلكم والله اعلم انا لا ميخذ من هذا فلوس ولا ميخذ من هذا فلوس لهذا داعمني ولا هذا داعمني ولا هذا من باقي اهلي ولا هذا من باقي اهلي ولكن هذا علم فعشان هيك اللي طلبوا مني اني اجاوب هذا الجواب اللي عندي وفي النهاية والله اعلم برضو بعيد وبكرر على هاي النقطة هيك منكون انتهينا من هاي الحلقة ومنرجع منقول والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء